طيب بما أننا بنتكلم عن الحاجات الحلوة والحاجات المفرحة والأخبار اللطيفة تعالوا نتكلم عن ظهر حقل الغاز ظهر اللي كان معايا وزير البترول من يومين أعتقد يوم الأربع على الهواء في البرنامج واتكلمنا عن التشغيل والإجراءات التجريبية اللي بتاخدها وزارة البترول للتأكد من سلامة الإجراءات الفنية والأمنية المتعلقة بتشغيل حقل ظهر اليوم رسميا ومن موقع الحقل كان هناك وزير البترول مهندس طارق الملة وأعلن رسميا أن المكنة طلعت قماش وده التعبير اللي أنا سألت فيه معالي الوزير يوم الأربع على الهواء قلت له طب انتم بتجربوا بتجهزوا بتعملوا تجارب تشغيل امتى المكنة هتطلع قماش فقال لي خلال ساعات أو أيام وفعلا صدق الوزير والنهاردة المكنة طلعت قماش النهاردة المكن استقبل الغاز الطبيعي اللي طالع من حقل ظهر في المياه الإقليمية للبحر المتوسط المصرية ودخلت المكن دخلت الحفرات دخلت المكررات وابتدى الحقل يدخل الخدمة ده معنى ايه؟ ومفارسة عادة ليه؟ لأنه ده من الحاجات الأوليلة ده بداية الحاجات اللي كنا مستنيينها بفارق الصبر وساعات النهاردة ببداية الانتاج الفعلي لحقل ظهر للغاز الطبيعي يدي أمل ليه وكل الشعب المصري والحضراتكم أن المشروعات اللي الحكومة والنظام كانوا طول الوقت بيعيدون بيها وللأسف في بعض المحبطين وبعض الميأسين وبعض المتشائمين طول الوقت يقول لك يا عم ده كلام يا عم الحكومة عمالت نيبنا يا عم النظام عمالي يأكل لنا حلاوة ومش عارف ايه والدنيا راحة لسواد الناس بقى اللي بتحب طول الوقت تتكسر المقديف النهاردة ابتدت تندع ابتدت تندع مش على حقل ظهر ابتدت تندع على أنه باقي المشروعات العملاقة اللي احنا طول الوقت وطول الفترة اللي فاتت الدولة بتستثمر فيها والدولة بتبنيها والدولة بتجهزها سوف يتم افتتاحها واحد ورواح اتباعا لحد ما البنية التحتية المصر كلها تجهز والبنية المشروعاتية كمان تجهز عشان كده فرحيت النهاردة أن النظام المصري والرئيس المصري والحكومة المصرية وعدت فأوفت وصدقت في العهد من خلال حقل ظهر يقول لي أنه خلال 2018 حطلع ان شاء الله ربنا يحيني وحييكم مع حضراتكم وقول لكم افتتاح العاصمة الادارية الجديدة وإتمام كل مشروعاتها ومرافقها يخليني ان شاء الله في نهاية 2018 أو على 2019 بالكتير طيب حضراتكم بعد ربنا يدينا العمر كمان وقول لحضراتكم أنه المنطقة الاقتصادية لقناة السويس اكتملت وكل الاستثمارات والمشروعات الأجنبية اللي موجودة فيها ابتلت تشتغل وآلاف وملايين الأيدي العاملة ابتلت تشتغل والمكانة ابتلت تدور وابتلت رأس المال يتحرك في الدولة المصرية اشتركوا في القناة